بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسرار الفاتحة هذا البرنامج برعاية مؤسسة وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن الصبر وأنه من أعظم المقامات التي تعين العبد على ثباته على الصراط المستقيم فالصبر كما ذكرنا من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله وكما ذكر بعض العلماء أن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر وقد تحدثنا عن جملة من الأمور المتعلقة بالصبر في اللقاء الماضي وبلغ بنا الحديث إلى أن من العلماء من عرف الصبر فقال هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش حبس النفس عن الجزع كما تقدم أن يكون العبد راض عن الله جل وعلا وهذه الدرجة درجة رفيعة وعظيمة أن ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى أن يرضى بما قسمه الله جل وعلا له فلا يجزع ولا يتسخط وكذلك حبس اللسان عن الشكوى وهذه ترى دائما أثناء المصائب إذا ابتلي الإنسان بفقد حبيب أو عزيز أو غالي تجد أن لسانه قد يتحدث بأمور ليست مبنية على أسس شرعية كما المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني وهو يقول لها أصبري واحتسبي قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال الثالث وحبس الجوارح عن التشويش النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أمور الجاهلية التي يعملها الناس هو لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية وهذه كلها من الأمور التي تنافي الصبر والواجب على العبد أن يجعل صبره طاعة لله سبحانه وتعالى يقول العلماء رحمهم الله أيضا إن الصبر على ثلاثة أنواع بحسب الأمر الذي نصبر عليه وليس بحسب المصائب الأمر الأول صبر على طاعة الله والثاني صبر عن معصية الله والثالث صبر على أقدار الله الصبر على طاعة الله العبد يحتاج إلى الصبر من أجل أن يؤد الطاعة يحتاج إلى الصبر حتى يصلي تاج إلى صبر وهو في فراشه الوثير في ليلة شديدة البرود أن يقوم بصرات الفجر بحاجة إلى أن يجعل الصبر معه دائما يعينه على بلوغ طاعة الله جل وعلا فهو بحاجة إلى هذا الصبر بحاجة إلى الصبر في بره بأبويه بحاجة إلى صبر في الإنفاق في سبيل الله بحاجة إلى الصبر في إخراج الزكاة بحاجة إلى الصبر في نهار رمضان ولذلك يقول العلماء أن الصيام هو الإمساك الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وسائر أنواع المفطرات في وقت مخصوص فيجب على الناس أن يصبروا وأن يؤدوا هذا الصبر في طاعة الله جل وعلا الأمر الآخر الصبر عن معصية الله ما الذي يجعل فلان الشهوة تسيطر عليه وتقوده والهوى يقوده والآخر تجد أنه لا يجعل لها مجالا النوع الثالث الصبر على أقدار الله جل وعلا العبد معرض لمصائب وبلايا قد يكون هذا البلا في دينه قد يكون هذا البلا في عرضه قد يكون هذا البلا في ماله قد يكون هذا البلا في ولده فهو بحاجة أن يعود نفسه على الصبر في هذه الأمور جميعا ويذكرون عن عروه بن الزبير رحمه الله تعالى أنه أصيب يوما بالفالج فقرر الأطباء بتر قدمه فبترت قدمه فلما أفاق من بتر القدم أتى إليه شخص ففاجأه بمصيبتين قال عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ابنك مصيبة مصيبتان في ذات الوقت عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ابنك قال وماذا حدث قال كان مع الخيل فسقط ومات فماذا قال استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ثم قال اللهم إنه كان لي أربعة من الأعضاء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستا فلك الحمد فهذا هو الصبر الذي يجب على المسلم أن يحرص على أن يعود نفسه عليه حتى يسير في هذه الحياة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى وإمام الصابرين في هذا نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فقد بيّن لنا الصبر وآثاره ومكانته والواجب على المسلم فيما يأتي في حياته أيضا من الأمور العظيمة التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بالصبر أن الصبر ليس فقط في الأمور الظاهرة ليس الصبر فقط الصبر على المصائب التي تأتيه فقد عزيز فقد مال ابتلاء في عرض ونحو ذلك وإنما كذلك الصبر أن يصبر نفسه أن لا يعصي ربه جل وعلا من خلال قلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى والشيطان يأتي بن آدم من خلال جوارحه فيقعد له عن طريق العين ويقعد له عن طريق السمع ويقعد له عن طريق الفم ويقعد له عن طريق الفرج ثم قال وهذه حدود كالحدود التي تكون للأرض فكما أن الحدود التي تكون في الأرض تحمى بالعسكر ورجال الأمن ونحوهم فكذلك هذه الثغور ثغر العين وثغر الفم وثغر الأذن وثغر اللسان وثغر الفرج يحتاج العبد إلى أن يجعل لها من يحميها وأعظم ما يعين العبد على حماية هذه الثغور من أن يليجها الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء هو أن يعود نفسه على الصبر حتى ينال مراده وبغيته بإذن الله جل وعلا أيضا فيما يتعلق بالصبر يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن صبر يوسف عليه السلام في امتناعه عن امرأة العزيز كان أعظم وأكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وهو في البئر قال أما الأول فإنه كان بإرادته كان بإرادته صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في معصية الله وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه لكن حينما ألقاه إخوته في الجب لم يكن في مقدوره ولم يكن في يده فصبره في الأول عن معصية الله خير من صبره في الثاني على أقدار الله يقول العلم رحمه الله الصبر لا يكون إلا بثلاثة أمور صبر بالله وصبر مع الله وصبر لله الأول الصبر بالله جل وعلا وذلك أن العبد بحاجة إلى أن يستمد العون من الله جل وعلا حتى يكون من الصابرين وحتى يكون من الذاكرين وحتى يكون لله جل وعلا من الشاكرين قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله يقول العلم رحمهم الله الأخلاق التي يعمل بها الناس على نوعين أخلاق مكتسبة وأخلاق جبلية النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله قال ما هما يا رسول الله قال الحلم والأنا قال هل هما أمر جبلت عليه قال نعم قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله لكن أيضا يستطيع الأنسان أن يعود نفسه وأن يروضها على هذه القيم والأخلاق قد يكون لديه غضب شديد فهو يستطيع أن يعالج هذا الغضب بالصبر قد لا يكون لهذا الرجل إفراط في أمور معينة يستطيع أن يعالجها فيستطيع أن يكتسب الصبر ويستطيع أن يكتسب المحبة ويستطيع أن يكتسب الخوف من الله فكل هذه الأخلاق تكتسب ولن يستطيع الإنسان أن يتحصل عليها إلا من خلال استعانته بالله جل وعلا فإن العبد مهما بذل إذا لم يكن كما قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فأول ما يقضي على العبد هو اجتهاده إذا لم يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال في كتابه واصبر وما صبرك إلا بالله النوع الثاني أو القسم الثاني الصبر لله فرق بين من يظهر الصبر من أجل أن يظهر قوة تحكمه في نفسه وأيضا يطلب استحماد الخلق أن فلان ليس غضوب فلان يتحمل وفلان يصبر فهنا كما قال هو أن يكون الصبر لله ما الذي بعثك على الصبر أنك تريد ما عند الله والدار الآخرة تصبر لأن الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تصبر لأنك تريد معية الله والله مع الصابرين تصبر لأنك تريد محبة الله لأن الله جل وعلا يحب الصابرين فأنت الذي دفعك إلى هذا العمل ليس طلب حمد الناس وليس طلب الخير من الناس وإنما يدفعك لهذا الأمر أنك تريد ما عند الله والدار الآخرة النوع الثالث الصبر مع الله والمراد بذلك أن يدور العبد أن يدور العبد في أموره مع مراد الله جل وعلا الدين ومع أحكامه الدينية فهو يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله جل وعلا ولذلك يقول العلماء أن هذا النوع من الصبر قد يكون أشد أنواع الصبر لأنه هو صبر الصديقين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أيها الأحبة صراط المستقيم الذي خطه لنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مليء بالمعوقات مليء بفتن الشهوات ومليء بفتن الشبهات والعبد إذا لم يحكم نفسه في هذا الأمر فإن هذه الأمور ستورده في الموارد فكم من إنسان كان الصبر طريقا إلى تركه لما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الصبر أحيانا مفقدا للإنسان لعقله يفقد الإنسان المال ويفقد الإنسان منصب ويفقد الإنسان غال عليه فلا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة حتى تستطيع أن تتعامل مع الصبر فاجعل كل أمر سوى الله جل وعلا خارج قلبك اجعله في يدك لا تجعل هذه الأمور في قلبك فإن فقدتها فبقي معك الله وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم أبدا اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا لك صابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك واجعلنا أفقر عبادك إليك إلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة